بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجدل حول الدوافع والفائدة الفعلية من بقاء القوات الأمريكية في سوريا بالقرب من الحدود التركية يثاروا من وقت إلى آخر خصوصا عند الاستحقاقات الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد هزيم الداعش الإرهابي هل بقي مبرر لوجود القوات الأمريكية في سوريا بالقرب من الحدود التركية للإجابة عن هذا السؤال أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية إذ تتم مراجعة السياسات والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية وتسليط الضوء على تبعاتها ويعتبر قرار الإبقاء على القوات الأمريكية في سوريا أحد القرارات التي يدور الجدل حولها في كل مرة جاءت الانتخابات النصفية الأمريكية قبل أيام ونحن على بعد نحو سبع سنوات من وصول أول جند أمريكي إلى الأراضي السورية قرب الحدود التركية وهو توقيت مهم لطرح الأسئلة حول اللحظة المناسبة لواشنطن لسحب قواتها من سوريا وهل ما زال الوجود العسكري الأمريكي في سوريا يشكل رصيدا استراتيجيا أم إنها نقطة ضعف مؤخرا نشر مقالان مهمان حول هذه المسألة الأول كتبه كريستوفر الخوري الذي سبق وعمل مستشارا لسياسة العراق وسوريا مع مكتب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف العالمي لهزيمة داعش من يناير كانون الثاني 2017 إلى ديسمبر كانون الأول 2019 كما عمل مؤخرا مستشارا أول للسياسات في معهد توني بلير للتغيير العالمي والثاني كتبه جيمس جيفري وهو رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون وكان ضابطا في السلك الدبلوماسي في سبع إدارات أمريكية وشغل منصب الممثل الخاص للعمل في سوريا ومبعوثا خاصا للتحالف الدولي لهزيمة داعش يتبنى الخوري وجيفري رأيين مختلفين حول طبيعة ومستقبل الوجود الأمريكي في سوريا ويمثل كل منهما توجها معينا لدى المستشارين والمسؤولين وصناع القرار في الإدارة الأمريكية من المعنيين بالتعامل مع ملفات وقضايا الشرق الأوسط يتبنى الخوري الرأي القائل إن الولايات المتحدة حققت بالفعل الهدف الرئيسي من وجودها في سوريا وهو القضاء على الملاذ الآمن لتنظيم داعش إذ تشير التقارير إلى تراجع كبير في عدد ونوعية العمليات التي ينفذها التنظيم وبناء عليه يفترض الخوري أن الخطوة الطبيعية المقبلة لأمريكا يجب أن تكون الانسحاب المنسق والسريع من سوريا مع الحفاظ على القدرة والصلاحيات اللازمة للولايات المتحدة للتحرك بحرية في الأجواء السورية وحماية الشركاء السوريين الذين قاتلوا إلى جانب الولايات المتحدة وساعدوها على تحقيق أهدفها بحسب وصفه وهو هنا يقصد ميليشيا بيدي الإرهابية والتنظيمات والتشكيلات التي تتبعها أو ترتبط بها في المقابل يعارض جيمس جيفري هذا الرأي ولا يعتبره صائبا مستندا إلى طرح مفاده أن انسحاب أمريكا من سوريا لن يعزز الاستقرار بل على العكس سيتسبب بزعزعة الاستقرار لعدة أسباب يتفق جيفري والخوري على استحضار تجربة انسحاب أمريكا من أفغانستان ويتفقان على أنها كانت فوضوية وذات أثر مزعزع للاستقرار وأنها تسببت في صدمة على الصعيد العالمي وأرسلت إشارات تفيد بفشل الولايات المتحدة ولكنهما يختلفان في احتمالية تكرار نفس التبعات في سوريا كما يجادل جيفري بأن الولايات المتحدة عندما انسحبت من أفغانستان كانت قد أنهت بالفعل مهمتها ولم يعد هناك ما يستوجب بقاءها فيما في سوريا حسب رأي جيفري فإن الولايات المتحدة لا يزال لديها الكثير من المصالح الاستراتيجية على مستوى سوريا وعلى مستوى الإقليم ويعتبر جيفري قرار ترامب الانسحاب من سوريا الذي لم يطبق فعليا والضجة التي أثارها في وقتها نموذجا مصغرا للتبعات السلبية التي يمكن أن يحدثها قرار انسحاب أمريكا من سوريا الآن من ناحية أخرى يرى جيفري وغيره من المعارضين لفكرة الانسحاب الأمريكي من سوريا أن الأثر السلبي لهذا الانسحاب أو مجرد تراخي الولايات المتحدة في التزاماتها المتعلقة بتحقيق الاستقرار في سوريا لن يقتصر على التبعات الفوضوية والانطباع السيء عن فشل نهج الولايات المتحدة فحسب بل سيتعداها ليؤثر في المصالح الاقليمية للولايات المتحدة إذ يعتقد جيفري أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا الآن سوف يقوي روسيا ويعطيها مساحة أكبر للضغط على تركيا وعلى إسرائيل لكي ينسحبوا بدورهم من سوريا وهو ما سينتهي إلى سيطرة نظام الأسد على كامل سوريا مما سيمنح روسيا وإيران نصرا استراتيجيا وبالتالي فإن الانسحاب من سوريا من وجهة نظر المعارضين له سيعني تحويل عملية فعالة نسبيا داخل سوريا تعتمد على فعلياتها على 900 جندي فقط لم يقتل أي منهم منذ ما يقرب من أربع سنوات إلى جهد خارجي محدد ضد داعش فقط يتم تفعيله بالتنسيق مع مجرم حرب مسؤول عن قتل وتشريد ملايين السوريين أحد أهم الدوافع التي يستند إليها المؤيدون للانسحاب من سوريا يتعلق بدور الميليشيات التابعة أو المرتبطة بإيران والتي تتعامل مع الوجود الأميركي في سوريا كهدف لعملياتها المتكررة تماما كما تفعل في العراق وأماكن أخرى في المنطقة فيما يصر المعارضون للانسحاب على أن تراجع الولايات المتحدة سيشجع إيران وأذرعها بدلا من ردعها وبالعودة إلى أهداف أميركا من الوجود في سوريا والمهمة المنوطة بها يربط المعارضون للانسحاب بين وجود أميركا والمساعدة على وقف الحرب الدائرة في سوريا وحماية ملايين السوريين النازحين من انتقام الأسد فساحة المعركة في سوريا معقدة إذ توجد القوات الروسية والسورية والأمريكية متقاربة مما يزيد احتمالية استضام بعضها ببعض في أي لحظة وفي الوقت نفسه يوجد ارتفاع كبير في هجمات الميليشيات المدعومة من إيران التي تستهدف المواقع الأمريكية بالتزامن مع تجدد التهديد بتوغل عسكري تركي موجه ضد الميليشيات الإرهابية المدعومة أمريكيا لذلك تحتاج إدارة بايدن برأيهم إلى إعادة النظر في استمرار الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وضرورة وجوده والتفكير في انسحاب سريع ومنسق من سوريا بالطبع لا تؤيد آراء أخرى الانسحاب الكامل والاستمرار الوجود بالشكل الحالي وإنما تطرح إعادة النظر في عدد وطبيعة عمل هذه القوات والمهام المنوطة بها ولكن هذا النوع من التوجهات لا يلقى اهتماما أو تفاعلا حقيقيا لأنه يتطلب تركيزا واهتماما استثنائيا من طرف أمريكا ويعاد الصياغة للعديد من التفاهمات في حين يتجه فيه تركيز وأولوية أمريكا إلى تحديات عالمية أخرى أكبر وأخطر من وجهة نظر الولايات المتحدة من الوضع في سوريا أما تركيا وهي أحد أهم المعنيين بحجم وطبيعة الوجود الأمريكي في سوريا فلطالما وضحت رغبتها في الانسحاب الأمريكي من المنطقة وكان من أبرز هذه التصريحات تصريح الرئيس أردوغان في يوليو تموز الماضي عندما دع القوات الأمريكية إلى مغادرة مناطق شرقي نهر الفرات من سوريا مبينا أنه بمجرد انسحابها ستصبح مكافحة الإرهاب أسهل وعلل الرئيس ذلك باستمرار الولايات المتحدة في دعمها للتنظيمات الإرهابية بألاف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات والذخيرة أتمنى أن أكون قد أجبت عن هذا السؤال بعد هزيمة داعش الإرهابي هل بقي مبرر لوجود القوات الأمريكية في سوريا لدعم ميليشيات إرهابية بالقرب من حدود تركيا أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا ترجمة نانسي قنقر